يا صباح الهنة عندي 3 اكواب من الدقيقة متعدد الاستخدام هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج بودر معلقة كبيرة من الخميرة وكمان معلقة كبيرة من السكر وكمان رشة من الملح وربع كوب من الزيت وهنقلب المكونات كلها الجفة كده مع بعض وننزل عليهم بكوب من الحليب الدافي علشان ينشط الخميرة عجلنا العجينة بتاعتنا وهنسيبها تختمر كده لمدة نص ساعة لحد ما حجمها يتضاعف هنجيب التاصة بتاعتنا ونحضر حشوة السبانخ هننزل بمعلقتين زيت وعليهم بصلة مفرومة ونبتدي بقى نشوح فيها لحد ما رحتها تطلع كده وتتبل معانا ننزل بالسبانخ زي ما احنا شايفين ونبتدي ندبل فيها لحد ما تنزل ميتها وتشربها اضفت بقى رشة من الملح وكمان معلقة من دبس الرمان وفلفل وكمان معلقة من السماء الخميرة العجينة اختمرت معايا ابتديت اقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده وعملتها قد حجم البيضة كده وغطيتها ببلاستيك علشان وشها ما انشافش معايا هبتدي افرد العجينة قدامي اول واحدة عملتها افردها في البداية وبعد كده ابتدي اشكلها بالشكل ده احط الحشوة هرجع افرد واحدة كمان زي ما احنا شايفين احط حشوة السبنخ لازم تكون بردت طبعا وعملها على شكل مسلس بالشكل ده بتتقفل معايا بمنتهى السهولة ولازم تأكدي على الافل بتاع العجينة علشان الحشوة مدخرجش براها هعمل بقى الحشوة التانية حشوة العصاج اللحمة المعصاجة وابتدي اقفلها برضو على شكل مسلس كده الشكل ده بيبقى تحفة جدا بعد الخبز بتبقى شكلها تحفة هنبتدي نقفل برضو بالشكل ده لحد ما نخلص الكمية اللي عندي كلها وحطها على صنية مدهونة كده زي ما احنا شايفين صنية خبز بيفضل تكون الامونيوم احسن حاجة للخبز وبعد كده بدهن الوش بفرشة من الحليب بيخلي لونها دهبه وتحفة جدا وكمان علشان هرش عليها سمسم وحبة البركة رشة السمسم وحبة البركة مع الحليب بتلزق على وش الفطير بتاعتي وبتفضل عليها كده بعد الخبز هدخالها فرن متسخن مسبقا انا مشغلا من قبل ما ابتدي احضر في الفطير طلعت معي اللهم بارك كده زي ما احنا شايفين لونها تحفة ورحتها خطيرة جدا ومنتفخة كده وهشة وفي نفس الوقت طرية من جوة اللهم بارك يعني من ثلاث اكواب دي عملت الكمية الحلوة دي تنفع طبعا الفطير دي في الفطار مع كوبية شهية الصبح كده للمدارس تنفع في اللونش بوكس وتنفع كمان للعشة اعملي الفطير دي على طريقتي هتعجبك جدا طعمها مميز وسهلة ما بتاخدش وقت خالص وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملكم منت حلو زيكم ولايك وشير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة